ما لا يرتبط في البلدر؟ الحالب يسفتح بفتحتين من الطرفين اعني من بفيما الحروب يوتيراس هذا هو الديوتيراس بمسورة بمسورة هذا الرسم جانبي اليوتيراس صاير هالشكل اللي قلت لكم زاوية تسعين على الفيجاينة فالفيجاينة جاي هالشكل فاليوتيراس صاير فوق البلدر وينزل اليوريتر عليها فاهمين شو عندما صار التركيب؟ صاير فوقها يعني اذا قلنا شنو فوق البلدر موجود اليوتيراس اضافة للاكو بريتونيوم يغطيها ايضا من فوق بريتونيوم يغطيها من فوق التكون البلدر اناتوميا هذه المنطقة العليا يسموها الكوربوس كوربوس جسم البلدر كوربوس كوربوس هذه المنطقة المثلثة هنا يسموها التراي قون مثل ها مثلثة تراي قون وطبعا هنا يسموها النيك يعني عنق البلدر هذه اناتوميا بس حتى تعرفوها اليوريثرا اليوريثرا بالومن اشقط طولها من يعرف اليوريثرا بالرجل اشقط تدرون بالرجل اشقط 20 سنتيمتر تدرون بالرجل اشقط تدرون بالفيميال اشقط يعني تقريبا من 4 الى 8 كمعدل حسب طبعا تختلف لكن من 4 الى 8 سنتيمتر كمعدل هذا فرق بالطول تدرون شنو اش يسبب بال اهه ياه الاسهل تصير به انفكشن 20 سنتيمتر طول اليوريثرا يعني ياه الاسهل على البكتيريا طبعا ولذلك تصير الانفكشن اكثر بالفيميال دائما نشوف المرأة تصعدها يوريوني تراك انفكشن طبعا هنا انفكشن تبدأ باليوريثرا بعدين تروح للبلدر تسويه سيستايتس يعني هو التهاب لليس همه سيستايتس بعدين ممكن تنتقل طبعا وبعدين تروح تصير يعني بس تبدأ بداية بسيطة هذي حتى تفهموني الميكانزم هاي الدوار الاثنين رسمتها هاي سفينكتر هذي يسمون انتيرنال يوريثرا سفينكتر وهذي الاكستيرنال يوريثرا سفينكتر سفينكتر يعني عاصر او عاصرة سفينكتر هذي هي المسؤولة عن طبعا اهنان الاخيرة تكون سكيلت المصل ومتقدر يتحكم بها الشخص هذي مسؤولة حتى شنو حتى ليصير سلس في البول او انه يخرج البول بشكل غير طبيعي واضافة الى هذي الرسمتها الاكستيرنال والانتيرنال اكو شغلة اللخ تسيطر عليها انه حتى تزيد الضغط على يوريثرا حتى لا ينفتح بشكل غير ارادي منو يعرف شنو وهذا سبب بالانكونتيننس من يصير عندك مشكلة بالسلس البولي انه يخرج بشكل غير طبيعي اكو خلل يصير بهذه العضلات هي العضلات هذا اللي يسموها الـ Pulvic Diophragum Pulvic Diophragum متكونة من عضلة يسمها Sphelicter Vaginali شنو عندك Elevator Ani هذه العضلات هذه ذار سمنا كمثلثين هنا منطقة الحوض من الاسفل فاهميني هنا الـ Female Reproductive System من الخارج محوط بعضلة هذه العضلة تعمل على شد العضاء الأولون ثوية بالتالي تسد هذه الفتحة هذه العضلة يسموها Sphelicter Vaginali واضحة وهذه العضلة ككل يسموها Elevator Ani هسا راح أشوفكم اياها بالصور تشوفون هذه العضلة اللي أنا أشعر عليها بالاصفار هي هذه Sphelicter Vaginali إضافة هذه طبعا المحاضرة السابقة هذي شرحنا الـ Artery واليوريثرا العلاقة بيناتهم من قلت لكم إنه إذا الطبيب بشكل خاطئ يصبح إذا تشوفون نشكت قريب واحد من الله فهذه أيضا العلاقة إضافة إلى هذه الصورة أشوفكم إياها من يقدر يميز من عندكم هسا هنا اليوريثرا الغصدي اليوريثرا من الـ Artery تدرون شنو يهو الـ Artery من يميز يهو الـ Artery بالجراحة هذا ترى ما راح تشوفه لا أزرق ولا أحمر ولا معلم ولا هذا راح تشوفه E E هو اليوريثرا و F الـ اي شه سموها اليوريثرا شون اتميزة طبعا همان هذه الصورة مستحيل راح تتميز أنا حطيتها بس حتى تشوف إش قد صعبة بالجراحة بالفيض من الجراح يغلط ليش يغلط تفتهمون إذا لم تكن يعرف الـ Approximation هذا و لم تكن يعرف المسألة أصلا فرح يغلط راح يغلط لأنه ما لكو أصلا بالباله فاهميني راح يسوي الـ الـ Artery تتبع لازم ينتهي وين بالرحم ما هو Artery جاي للرحم يتيري أنا Artery وين لازم ينتهي باليوريترا ذاكا وين لازم ينتهي بالـ بلدر فأنت من هذه تبدأ لازم يتميز لكن إذا أنت مسبقا ما تشتحاط ببالك المسألة كيف سيصير راح تغلط راح تسزي لا انت مو أنت انتهت هنا فعندك مجال في الانتفاته سواء إذا الـ Artery بقدر تسوي بريسيجر أيضا أنت تقدر عندك ننفخها بـ Thaniocsidic الـ Abdomen تقدر تدور يعني طبعا هذي هواي أمور يعني غير هذه المسألة أيضا بس قصدي ما تميز من الشكل بس حتى تشوفون يعني صعبة صعبة من الشكل ما ما ينطيع أي فرق هذا بالنسبة طبعا هنا حطيت لكم 3D لل Hypocastric Nerve هذا Hypocastric Nerve هنا 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 الـ Sphynictors هذا اليوريثرا هاي الـ Sphynictors إضافة إلى هذه المسألة التي قلت لكم عليها أعيد لكم هنا هذا اليوريثرا Sphynictors وهي المسألة هذول الثلاثة يتحكمون بالخروج البول من البلدر صدق هنا سؤال من نسوي Pydendral Nerve Block هذا الذي قلت لكم علينا Pydendral Nerve Block Pydendral Nerve أيضا يؤثر على البلدر فش راح يصير بالSphynictors راح تصير التون عالي لو قليلة ما لازم تسوي قبل ما تسوي Pydendral Nerve Block تخلي cathedra fully cathedra لا تذكرون تخلي fully cathedra تخلي fully cathedra هنا حتى تسوي Drainage المين طبعا لأن أنت الذي تسوي Block أصلا تسوي Incontinent مشكلة فبالتالي أنت تخلي لازم مسبقا قبل ما تسوي العملية أنت حاط بالك الشي وتخلي طبعا أكيد لأن هذا راح تسوي قبلها طبعا تقول لي مثلا هي شي سوي على sacro spinos راح يقول لها شو تسوي قبلها تقول لي نسوي بلوم هذا بالنسبة خلي شوف إذا بعدك وشغلات أشوفكم إياها مو أصبر جايك على السؤال جايك أنا حاط حاط ببالي هذا طبعا The urinary system دا تشوفون شون متموضع The uterus فوق The bladder هذي صورة القديمة من برحة هنانش عدنا The doglar's pouch اللي قلت لكم إنه ممكن يتدلة بيها هنانه ممكن دم يجمع وممكن قلت لكم في حالة هسه اليوم إن شرعتها ممكن The ovary يتدلة داخل يصر Prolapse طبعا شون قلنا نوصلها من خلال الفجاينة ممكن نوصلها عن طريق Fornix Posterior Fornix هنان في هذي حالة موسيقى